اكد وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف كلمة القاها نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مشاركته في جلسة النقاش الاولى حول موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية على اهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمشآت القاعدية بافريقيا خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات وهو التوجه الذي يعكس جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها بحشد جهودها وجهود الدول الافريقية في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الاقليمي والتكاملي